أن هذه الثورة الحسينية لها علاقة بالوضع السياسي ما الذي يجعل أنظمه اليوم هي ضد هذه أنه أنت تعزي وأنت كذا هذا شوفه في السعودية في البحرين ما الذي يجعل الفرنسيين في لبناء والسوريا أو الإنجليز في العراق أنه يكافح هذا الموضوع وهذا ارتباطها بهوية الناس وارتباطها بوضع سياسي ومكافحة الظلم هناك أنظمة تريد أن هذه النسخة من الدين ما نبغاها النسخة التي تكافح الظلم وتكافح الاستعمار وتكافح الكذا الطغيان ما نريدها ما تمشي هم يبغوا النسخة الأموية ما يبغوا النسخة العلوية النسخة العلوية مشكلة فيها تبقى عندنا قضية أخرى هناك أيضا من ضمن القضايا الموضوعي في منافسة مذهبية أيضا هذه أدت إلى أشياء أخرى يعني جعلت من الثورة خالدة هذه الشروط الموضوعية أو الأسباب الموضوعية التي لا نستطيع أن نحصيها ولكن لأنه وجود منافس مذهبي هذا يشوفك أنت رايح للحسين أنت مهما تجيب إليه يجيب إليك ما يقدر يقنعك ألا الأخوة الذين يعني ما يعجبهم هذا الطقوس أو بعضها شوفوا وحدة من القضايا الأساسية التي أزعجت كثيرين في التاريخ هو أنت ما تفعله يقول هذا ماسك الحسين ويا لا أنا أقدر أشتم الحسين ولا أنا أقدر أجيب منافس للحسين ولا أنا أقدر أتبنى الحسين لأن تبنى الحسين هو تبنى خطاب ديني ولغة عقدية وتاريخية مختلفة قراءة مختلفة للتاريخ أنا أقول حسين ما كان لازم يطلع ويزيد هو حتى ويغلط بس ما كان يزيد سوى فتوحات يزيد سوى فعال هذا هو قراءة لازم يعدلها ما يقدر يتبنىك ما يقدر يتبنىك هذا المنافس المذهبي اكتشف من البداية من القرن الرابع الهجري وأنا هذه قراءة إلي موجودة في كتب التاريخ أنه ترى فيه مشكلة يا جماعة الخير سووا بدل يوم الغدير يوم الغار وسووا بدل يوم عاشورة يوم الحسين سموا يوم مصعب مصعب ابن الزبير مصعب ابن الزبير قاتلنا عبد الملك ابن ماروان وعنش دخلنا هذا وش دخل الحسين ومصعب وقاموا يزوروا مكان مقتل مصعب مثل ما كانوا يزوروا الشيعة مقتل مال كربلة ومثل ما كانوا يمثلوا بدايات التمثيل الديني في أنه لابسين أسمال ويشحدوا ماء الأطفال هذا في 354 هجرية قاموا يسووا نفس الشيء جابوا إليك وحده وركبوها على الجمل وجابوا اثنين يجروها كل واحد من حبل هذا على أساس عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا طلحة وهذا الزبير هذا طبعا من كثيرها مكاتبنا أنا موالجة بالنبي بخباي بس أبغى أقول هذا كانوا ملتفتين إلى أن هذه الأشياء اللي بعض الأخوة والشباب أبنائنا يفكروها أنها جديدة عليهم ترى هذا مواضيع مناقشة شوف حتى سباه صحابة في باكستان شافت في عندهم مشكلة التقارير الإنجليزية والغربية عموما تقول أن الشيعة مسالمين في عاشرة ما يهاجموا أحد ما هذولا قاعدين يلطموا روحهم خليهم يلطموا روحهم تشعل لك مشكلة ويها أنت أصلا بالذات الوهاب أنت تقول أن هذولا أصلا مو مسلمين فتركهم يفعلون ما كيف تنتظر من غير المسلم أن يقوم بأفعال مسلمة من وجهة نظر يقول أوكي هذولا سباه صحابة الوهابيين في باكستان اكتشفوا أن هندوس يجوا يدخلوا في العزيات يصغيروا مسلمين كل سنة أيضا موجودة هذه والسنة أيضا يجوا فقالوا هذه مشكلة قاموا يسووا نفس الشيء يقرؤوا مقتل بعض الصحابة ويسووا مثل المقتل الإمام الحسين مع أنه بين قوسين المقاتل اللي لم تكن كلها فهجلها هي كتابة سنية المقاتل أبو مخناف وبن عساكر وبن كذا ترى يعني الشيعة ما عطوا نسختهم الكافية وين صاحبنا عباس هو ذاك لازم يروح يفتش لنا عن النسخة اللي تحدث عنها في أول ليلة من ليالي محرم هذا هو جيد لازم يناقش يروح يفتش لنا عن النواقص في الطبعة الشيعية اللي واقعت كربلانا بعض الأشياء مغيبة زين نحن نتحدث عن منافس مذهبي أيضا هذا أبقى الموضوع والطقوس والثورة الحسينية أبقى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهد يعني هذا التصادم خليها حية لأن لها واقع في السياسة اليومي لأن لها واقع ووجدت أيضا أنظمة ترى أن عندها مشكلة ووجد محتلون عدم مشكلة يعني المحتل موقع القديم المحتل الإسرائيلي نفسه عندها مشكلة في كتاب معروف يعني يوم الدم لحق واحد مسيحي لبناني كتب في السبعينات وأعتقد رسالة ماجستير رالف رزق الله جيد أيضا يحكي أنه شلون الدنيا هذا في النبطية والناس متألمة من قصف كفر شوبة والقتل وكذا وجاء قريب يوم عاشرة وهذا ومسيحيين آخرين وفلسطينيين مسلمين سنة يبغي يشوفوا هذا اللطن بس هذا قالوا لا تخاف هو راح يجي هذا مستحيل لا قدروا الفرنسيين عليه ولا غيرهم قدر عليه ونحن راح نسويه وصار فعلا يعني يوم عاشر ما شفل للدنيا كلها تغيرت بوجودة في كتابة هناك شروط موضوعية لتخلي قضية الإمام الحسين غير أنها قضية حق في كثير من قضايا الحق ضاعت وفي كثير من التقاليد لبعض المجموعات السكانية في الدنيا ما زالت باقية إلى اليوم بس هذا لا يعطيها قيمة لو كانت قضية الإمام الحسين قضية تاريخية فحاسب ما كانت تسبب إشكاله أنت عايش التاريخ في ستين داية ما حد يجيب لك خبار لكن استعلان الهوية والحضور السياسي لها وتمظهراتها على واقع الاجتماعي والسياسي هو الذي يجعلها حية دائما أداة دائما بيد الطلاب الحق والحقيقة والمظلوم للمواجهة